موسيقى 1200 سعرة حرارية هي الكمية الغذائية المطلوبة يومياً لكل فرد وفيما الإنتاج الزراعي كاف لإطعام 7 مليارات نسمة في العالم يبقى هناك 13% من العالم يعانون من سوء تغذية وتحديداً تصل نسبة الإنعدام الغذائي إلى 20% من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أي ما يعادل 45 مليون نسمة نحن نفقد ونهدر ما لا يقل عن 20% من الحبوب في منطقتنا ونهدر ما لا يقل عن 30% من اللحوم ومن الألبان وما لا يقل عن 40% من الأسماك وعلى الأقل 50% من القدر الفواكه وهذه كميات هائلة جداً نحن نحتاج في منطقتنا لتحسين البنية التحتية كل البنية التحتية التي نستخدمها في منطقتنا لتداول الغذاء سواء لإنتاجه أو تخزينه أو تعبئته أو نقله كل هذه البنية التحتية ضعيفة لما يتوفر الغذاء أكثر بطريقة أسهل وبطريقة أسرع وبطريقة أقل تكلفة لما نحن نتقلل من الفاقد ونقلل من المهدر يزيد توفر الغذاء وهذه واحدة من أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائي وهذا بيقلل من تذبب الأسعار على الأقل سوف يقلل هذا الفاقد وهذا المهدر في منطقتنا على الأقل 50% في غضون خمس سنوات ولو وصلنا لهذا الغرض يعني تقليل 50% من الفاقد والمهدر هذا يكفي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة أما على الصعيد الفردي فأحد حلول الهدر هي توجيه فائد الطعام في المطاعم أو شركات الإنتاج الغذائي إلى من لا يتوفر لهم الطعام وذلك بالتعاون معهم لاستلام الفائد ننزل على المدارس وعلى الجماعات منعمل حملات طوعية منبلش ببيوتنا أنه إذا نحن ثلاث أشخاص خلانا نطبخ لثلاثة مش لخمسة مش لعشرة عم نجرب شوي نغير العقلية عنه الأوتليات والمطاعم والكيترينج اللي بنتعامل معهم كمان عم نجرب أنه نرفط لهم نظرهم كميات البلاي كميات الصحون اللي بتتقدم تكون أصغر أسباب متعددة وتدعيات قد تتفاقم لهدر الطعام وخصوصية الأزمة التي تعاني منها بلدان كلبنان تتمثل في توفر الغذاء بكثرة ولكن لا يقدر على دفعها أغلبية الناس والحل قد يبدو يسيرا في إعادة تدوير بقايا الطعام أو التوقف عن الاستهلاك بلا حدود ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة بيروت اشتركوا في القناة